يا مرحبا ومسهلا بالشعب المساود العظيم مثل ما تعرفون ان الملك فهد ابو حطابة كانوا يسمونه قاهر الجلطات وخلف لنا ولد لص وجاهل بعد اسمع الزوز ويقول الشاعر مات في الديرة كلب فاسترحنا من غثاه خلف الملعون جروا فاقف الخس يا باه زيادت على ان هذا العزوز خسيس وحرامي ولص غبي بعد الى ابعد الحدود اخر تغريدات هالعبقري المومن ابو لحيا عزوز ولد الجوهرة بنت ابراهيم توه يكتشف ان الله هو النافع ولا قبل كان يعتقد ان النافع لازم يكون واحد قوي غير الله وعند عزوز تغريدة ثانية الظاهر انه سمع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه لكن عزوز عنده حديث خاص فيه هذا نصه مع تعديل الاخطاء الاملاعية والعربية يقول عزوز والله لو عندي مثل احد ذهبا ما جعلته الا لكم ولكن الله يعين وابشره روايش ديخ سعد البريك رضي الله عنه ما نبي ينطول عليكم حتى نبين لكم العزوز جاهل ودلخ وكذب ترى عنده مئات المليارات من الدولارات وكلها من النهب الله لا يكثر امتاله لكن القضية الان سموه مرفوع عليك قضية من زوجة ابوها السابقة جينان حرب وهذه جينان جورج حرب مسيحية شافها الملك فهد في بيروت في حفلة كريسمس والعياذ بالله واعجبته وتزوجها وكان عمرها تسعة عشر سنة وفهد كان وزير داخلية وعمره سبعة واربعين سنة المهم تزوجها فهد وأجبرها ثلاث مرات تسقط جنينها لان ما يبي يشوف عرفات صغير في القصر الملكي الظاهر قال لنفسه نعزوز يكفيه سلمانكو اللي كان امير الرياض واللي هو تربية فهد كان زعلان من الزواج وطلب من جماعته يتخلصون منها ومن اهلها فحربت من المهلكة وصفت سلمانكو بأنه جزار الرياضة وإنه عدواني وشرير وقتل كثير من الأبرياء تقول زوجة فهدكو إن زوجها كان مد من خمور ومخدراته يلعب قمار بس بعد ما مات رفعت جنان حرب قضية بفلوس من هالمليارات اللي كان يلعبها عزوز وأمه الجهرة وهي اختارت عزوز لأنه كان يوم ابوه فيه الجلطة استولى على أغلب ثروته إخوان عزوز خصوصا للص المحترف محمد بن فهد هددوه ويقولون إن حادثة رماح اللي صارت العزوز كانت محاولة قتل دبروها لها إخوانه المهم إن جنان رفعت دعوة على عزوز في بريطانيا وأخذت كم قصر ودفع على عزوز كم مليون جنيه والحين هي تهدد بنشر مذكراتها وبيطلع فيلم عن زواجها مع قاهرة الجلطات فهدكوا وزيادة عزوز ما يقدر يجي بريطانيا يخاف يعتقلونه جبان عليه دعوة ثانية من جنان تبي فلوس أزيد يلا يا عزوز يا بوجبال أحد ادفع وما تسمح حسي أمك تراها ما تعرف عن عروم الرجاجيل والله كسرت خاطر يا طويل العمر كل يوم يسحبونك في المحاكم ترا أنا أخون لك بر حتى لو طقطقت عليك إذا صار لك شي في بريطانيا أو ناكسك شي أو تبي كفالة ترا حنا أخوان وزي ما أنت عارف تليفوناتنا مفتوحة ومكاتبنا مفتوحة وشيكاتنا مفتوحة أيضا ليس كذلك ترجمة نانسي قنقر